السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العلس العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا المجلس الثالث من الدرس الثاني من برنامج اليوم الواحد الثامن والكتاب المقرؤ فيه هو القصد السديد على كتاب التوحيد للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله وقد انتهى بنا البيان إلى قول المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال إمام الدعوة رحمه الله وغفر له باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا ما لي ورثه عن آبائي وقال عبد العبد الله يقوذون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبة يقوذون هذا بشفاعة آلهتنا وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحب ذلك مما هو جار على ألسنة كثير انتهى قال الشارح رحمه الله قوله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله وأنها منه ثم ينكرونها بعبادتهم غيره ويقولون إنها بشفاعة آلهتنا وأكثرهم الكافرون الجاحدون عيادا وعم مجاهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على أعرابي أتاه والله جعل لكم من بيوتكم سكنا قال الأعرابي نعم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا إلى آخر النعم فقال نعم فلما بلغ كذلك يتم نعمة عليكم لعلكم تسلمون ولا الأعرابي فأنزل الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وهذا مرسل ضعيف لأن مجاهدا هو أحد التابعين وحديث التابعي مرسل قوله قال مجاهد ما معناه وقول الرجل هذا مالي ولثه عن آبائي وقال عون العبد الله يقولون لولا هلان لم يكم كذا واختار المحققون أن الآية تعم ما ذكره المفسرون فالاعتبار بعموم اللغض لا بخصوص السبب هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قول أهل التحقيق جار على قاعدة كلية هي أن الخطاب في القرآن الكريم مسوق للعموم فلا يحمل على التخصيص إلا بدليل يخرجه عن ذلك فإن الله عز وجل أنزل كتابه خطابا للخلق جميعا فلا يحول عن هذا الأصل إلا بدليل دال على تخصيص مخاطب دون آخر قال الإمام رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمن على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا النصوص ولولا البط في الدال لأتى النصوص وهو قول الرجل صاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه بن عبي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترميذي وحسنه وصحاهه الحاكم وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وعن حديدة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قلوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقولوا لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان قوله باب قول الله تعالى فلا تجعل لله أندادا الأنداد جمع ند وهو المثل والنظير أي لا تعبدوا معه غيره تفسيره رحمه الله للند بالمثل والنظير تقدم التنبيه أنه لا بد من اقتران المثلية بالمخالفة فلابد أن يكون متيلا مناظرا من جهة ومنافرا مخالفا من جهة أخرى حتى يسمى ندى وأنتم تعلمون أنه لا مثله وأنه الخالق الرازق فهو المستحق للعبادة دون ما سواه وسياق هذه الآية في الشرك الأكبر وهي عامة في الأصغر والأكبر كما ذكره ابن عباس وغيره قوله من حلف بغير الله فقد كفره وأشرت فيه تحريم الحليف بغير الله وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن الحليف بغير الله شرك ولحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر والشرك بالله أعظم من كبائر الذنوب وهذا دليل ما ذكره جماعة من أهل العلم من أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر فإن حلف ابن مسعود كما قال بالله كاذبا أحب إليه من حلفه بغيره صادقا لأن حلفه بغير الله مع الصدق شرك وحلفه بالله مع الكذب كبيرة من كبائر الدنوب والشرك أعظم من كبائر الدنوب قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء أفلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء أفلان أي لأن المعطوف بالواوي يكون مساويا للمعطوف عليه وتسوية المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصر مثل هذا فهو أصر وإن كان في الأكبر فهو أكبر كما قال تعالى عن المشركينة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين قوله عن إبراهيم النخاعي أنه يكره أن يقول رجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا يقول لولا الله وفلان هذا إنما يجوز في الحي الحاضر الذي لهم قدرة وسبب في الشيء وأما الأموات فلا يقاوذ ذلك في حقهم إلى بالواوي ولا بثم لأنهم لا إحساس لهم ببن يجعوهم ويستعيد بهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإتيان بثم إنما ينفع في حق من له قدرة من الأحياء فإذا كان له قدرة وجاز نسبة الفعل إليه قال الإنسان ما شاء الله ثم شئت وأما إن كان ميتا فإنه لا قدرة له على فعل شيء فلا يجوز ذكره لا بالواوي ولا بثم وهذا بالنظر إلى تعلق الفعل بالحي الحاضر المعين للفاعل وأما بالنظر إلى الفعل نفسه فإن من الأفعال ما يجوز فيه اشتراف الخالق والمخلوق كالمشيئة فإن للخالق مشيئة وللمخلوق مشيئة تناسبه فيجوز الإنسان أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان وأما إن كان الفعل متمحضا لا يقبل الشركة ولا يكون للمخلوق فإنه يكون لله وحده كقولي توكلت على الله ثم فلان فهذا يمنع منه لأن فعل التوكل عمل قلبي ولا يكون للمخلوق منه شيء فلا يجوز للإنسان أن ياتي بثم هنا ومنه أيضا الإنابة فلا يجوز الإنسان أن يقول أن ابت إلى الله ثم إلى فلان لأن الإنابة لله وحده ولا تكون لغيره والمقصود أن تعرف أن ثم ينبغي فيها ملاحظة الفعل تارة وملاحظة من علق به الفعل من المخلوقين تارة أخرى قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بالحليف بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى ليس من الله والله ابن ماجه بسند حسن قوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحليف بالله قوله رحمه الله أي من الوعيد على عدم القناعة والمراد بالقناعة هنا الرضا فمن لم يرضى بالحليف بالله سبحانه وتعالى ففيه هذا الوعيد وعدم القناعة بالحليف هاهنا اختلف فيها والصحيح أن مقصود الترجمة في من لم يقنع بالله محلوفا به فمن لم يقنع بالله محلوفا به ففيه الوعيد المذكور ومعنى محلوفا به أي أن يحلف بالله دون غيره فإذا حلف له بالله لم يرضى به محلوفا به وقال احلف لي بغير الله تعالى الله عما يقوله الأفاكون قوله لا تحلفوا بآبائكم أي لأنه شرك قوله من حلف بالله فليصدق هذا مما أوجبه الله على عباده وفي الحديث الآخر من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان وفي رواية فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قوله ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله فيه الأمر المحلوف له بالله أن يرضى ووعيد من لم يرضى قال إمام الدعوة رحمه الله باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصحعة وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده والابن ما جاه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيتك أني أتيت على نفر من يهودي قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم وارت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت وأخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيل ضع رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده قال الشارح رحمه الله قوله باب قول ما شاء الله وشئت أي ذخريم ذلك لأنه شرك وجواز قول ما شاء الله ثم شئت قوله أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشرفون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت فيه قبل الحق ممن جاء به كائنا من كان وفيه النهي عن الحليب الكعبة مع أنها بيت الله لأنه من الشرك فأما من قال يا كعبة الله ودعتك حجتي وأودعيني بخير فهذا هو الشرك الأكبر وهذا عبادة للبيت من دون الله والعبادة لا تصلح إلا لله وحده قال الله تعالى بل يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قوله أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قول المسنف رحمه الله فأما من قال يا كعبة الله ودعتك حجتي وأودعيني بخير فهذا هو الشرك الأكبر لأنه صير مقصوده من العمل هو العمل لهذه الكعبة فكأنه أراد بذلك عبادة البيت وهو محمول على الشرك الأكبر لما تضمنه من المعنى وأما إن كان يجري على لسانه دون قصد ما في معنى فهو من جنس الحلف بالكعبة قوله أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فيه أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله وفي هذا الحديث والذي بعده أمرهم بأن يقولوا ما شاء الله وحده وهذا أبعد عن الشرك وأكمل في الإخلاص من أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء أهلان مع أن ذلك جائز فالألفاظ المتعلقة بهذا الباب ثلاثة أولها ما شاء الله وحده وهذا أكملها إخلاصا وثانيها قول ما شاء الله ثم شاء فلان أو ثم شئت وهذا جائز وثالثها قول ما شاء الله وفلان وهذا شرك أصغر قال إمام الدعوة رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية في صيحة نبي رغبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر يقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر قال الشارح رحمه الله قوله باب من سب الدهر فقد آذى الله أي لأن الله هو المدبر له قوله وقول الله تعالى وقال ما هي إلا حياتنا الدنيا وقال منكروا البعث ما الحيا إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا أي يموت قرن ويحيا قرن وما يهلكنا إلا الدهر أي وما يفنينا إلا مر الزمان وطول العمر واختلاف الليل والنهار وما لهم بذلك من علم أي لم يقولوه عن علم علموه إنهم إلا يظنون أن يتوهمون ويتخيلون قوله قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يشب الدهر وأن الدهر بيدي الأمر يقل أقلب الليل والنهار كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو الله تعالى فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة قوله وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر أي هو المدبر له يعني أن ما يجري فيه من خير أو شر فبئي وادة الله وتدبيره بعلم منه وحكمة لا يشارفهم في ذلك غيره ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى قول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير حال أهل الجاهلية فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونها وإنما فاعلها هو الله تعالى فوجهوا ذمهم إسنادهم الأفعال إلى الدهر ثم دم الدهر عليها وسبوا الدهر يقع على ثلاثة أنحاء أولها أن يسب الدهر معتقداً أنه فاعل مؤثر في الوقائع والكائنات وهذا شرك أكبر وثانيها أن يسبه لا يعتقد أنه مسبب مستقل وإنما هو سبب مؤثر وهذا شرك أصغر وثالثها أن يسبه مع فراغ القلب من اعتقاد كونه مسبباً أو سبباً وهذا محرم لأنه سوء أدب وتعد في الخطاب قال إمام الدعوة رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه في الصحيح عن نبيه غير تعالي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان شاه وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع قوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ذكر المسنف رحمه الله وهذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياساً على ملك الأملاك لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان شاه أي لأنه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك وفيه التحذير من التعاظم فمن تكبر وضعه الله ومن توضع رفعه الله قول الشارح في تقرير منع سفيان بن عوينة لشاهان شاه قال أي لأنه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك والأحكام الشرعية تعلق بالحقائق والمعاني ولا توقف على الأنفار والمباني فإذا كان مآل هذا اللقب شاهان شاه كمآل ملك الأملاك فينهى عنه حدوى القدة بالقدة قال إمام الدعمة رحمه الله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك عن أبي جريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت جريح ومسنون عبد الله قال من أكبرهم قلت جريح قال فأنت أبو جريح رواه أبو داود وغيره قال الشارح رحمه الله قوله باب احترام أسماء الله تعالى أي عن التسمي بها وتغيير الاسم لأجل ذلك قوله عن أبي جريح أنه كان يكنى أبا الحكم قوله رحمه الله أي عن التسمي بها لأن الاحترام هو توفير الحرمة ورعاية الجناب فمن توفير الحرمة ورعاية الجناب ملاحظة التسمي بأسماء الله وتغيير الاسم لأجل رعاية الحرمة قوله عن أبي جريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي منكرا عليه إن الله هو الحكم وإليه الحكم أي يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه وفي الآخرة بعلمه فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرديك إلى الفريقين فقال ما أحسن هذا أي الصلح بين الناس بالرضا والعدل فما لك من الولد قلت جريح ومسلم عبد الله قال فمن أكبرهم قلت جريح قال فأنت أبو جريح في اختيار أكبر الأبناء للكنية قال إمام الدعوة رحمه الله باب ننهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى ولئن سألتهم من ليقولن إنما كنا نخوط ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسنى وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزره ثبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبر عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عفو عفو مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عفو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل واكب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوط ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجار ستنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت إليه وما يزيده عليه قال الشارح رحمه الله قوله باب من هزل بشيء أي استهزأ قوله رحمه الله أي استهزأ الهزل هو المزاح بخفة ومن جملة المزاح بخفة الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي فقد كفر قوله وقوله قوله رحمه الله أي فقد كفر أي هذا جواب الشرط فمن في الترجمة على هذا البيان شرطية فتقدير الجملة من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر فالجملة الأخيرة جواب للشرط ويجوز أن تكون من موصولة أي باب الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول قوله وقول الله تعالى ولا إن سألتهم أي المنافقين قوله رحمه الله أي المنافقين في تفسير المقصودين بالآية هو أصح قولي أهل العلم في المراد بسياق الآيات فإن الآيات دالة على تعلق هذه الواقعة بقوم منافقين فإنها جاءت في سورة التوبة وما قبلها وما بعدها كله في أهل النفاق فلم يكونوا من أهل الإسلام بل هم قوم منافقون ولا يظنوا أن القائلين بهذا القول يقولون إن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه لا يكون كفرا بل هو كفر لأنه من أفعال أهل النفاق وأفعال أهل النفاق كأفعال أهل الكفر محكوم عليها بكونها كفرا كما أن الذين يذهبون هذا المذهب ليس مرادهم أن الإنسان إذا فعل كل فعل لا يكفر بإلا باستحلاله ولكن الآية إنما سيقت في أهل النفاق وفرق بين رعاية السياق وبين تقرير مسائل خارجة عن مقصود السياق فالسياق في قوم منافقين وقوله سبحانه وتعالى قد كفرتم بعد إيمانكم خبر عن حال المنافقين من قبل ومن بعد كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة المنافقون بقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون والمقصود أن تعلم أن سياق الآيات في المنافقين لكن ذلك لا يدفع أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه مكفر كما أنه لا ينبني عليه أنه لا يقفر الإنسان بأي شيء حتى يستحل بل من المكفرات ما يكون دالا على فراغ القلب فلا يشترط فيه قيد الاستحلال لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قلء بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم لثوبتهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين مصرين على النفاق والاستهزاء فيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به ويفيد الخوف من النفاق الأكبر والأصغر فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه وقال ابن أبي مليكة هتركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة قوله رحمه الله فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه أي إيمانهم المدعى فإنهم يدعون أنهم من المؤمنين وقد خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة المجاهدين فأكتبهم الله سبحانه وتعالى وبيَّن بطلان إيمانهم وهذا الأثر الذي ذكره المصنف عن ابن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه المراد به عند أهل العلم النفاق العملي والذي يفسره بالنفاق الاعتقادي يأتي بشيء مأثور عن أهل العلم إن أهل العلم كأبي العباس من تيمية وابن رجب رحمهم الله نبه إلى أن النفاق الذي يذكر مما يخافه الصحابة والسلف ليس هو النفاق الاعتقادي وإنما المقصود النفاق العمل الذي قد يسري إلى الإنسان فيكون من عمله وهو لا يشعر وأما إبطان الكفر وإظهار الإسلام فهم منزهون عن ذلك وعمر رضي الله عنه إنما كان يسأل هل عدن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين مبالغة في خوفه رضي الله عنه لأنه يراد به حقيقة الأمر وإلا فكيف يقع هذا الموقع في ولاية الإسلام من كونه الخليفة بعد الخليفة الأول رضي الله عنهما قال إمام الدعوة أتيته على شرف وعن أبي وغية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به قال فبسحه فذهب عنه قدره وأعطي لون حسن وجلد حسن قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به قدرني الناس ويذهب عني الذي قدرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصرة قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاتا والدا فأنتج هادان وولد هذا فأنتج هادان وولد هذا فكان لهذا وعد من الإبل ولهذا وعد من البقر ولهذا وعد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في سورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال لهم كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا أفأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا وصيرك الله إلى ما كنت قال وات الأقع في سورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وات الأعمى في سورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإن أرتريت فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه قال الشارح رحمه الله قوله باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ذراء أمسته لا يقولن هذا لي الآية يتبين معناها بإكرما قبلها قال الله تعالى لا يسأم لا يمل الإنسان من دعاء الخير كالمال والصحة وإن مسته الشر كالفقر والمرض فيأوس من فضل الله قنوض من رحمته ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ذراء أمسته بتفريجها عنه ليقولن هذا لي حقي وصل إلي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن قامت القيامة كما يزعمون إن لي عنده للحسنى الحالة الحسنى من النعمة يتمنى على الله تعالى مع إساءة عمله فلا ننبئن الذين كفروا بما عملوا نخبرهم بما عملوا أي بحقيقة أعمالهم فيعلموا أنها تستوجب ندامة لا كرامة ولنذيقنهم من عذاب غليظ قوله وقوله تعالى قال إنما أوتيتوا ولا علم عندي يتبين معناها بذكر ما قبلها قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى أي ممن آمن به ثم نافق فبغى تكبر عليهم وآتيناه من الكنوث ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة الجماعة الكثيرة وللقوة إذ قال لهم قومه لا تفرح بدنياك إن الله لا يحب الفرحين الأشيرين البطرين بالدنيا وبتغي فيما آتاك الله من المال الدار الآخرة بأن تصرفه في مرضات الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا كما في الحديث ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لم استفأ ليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وثاركه للناس وأحسن كما أحسن الله إليك واشكره كما أنعم عليك ولا تبغي الفسادة في الأرض بالظلم والكبر والكبر والمعاصي إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أي على علم وفضل عندي استحقه لذلك استحقه لذلك أستحقه لذلك لولا معرفة الله بفضلي ولضاهما أعطاني أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال فلا تدل كثرة الدنيا على أن صاحبها يستحق رضا الله فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث الأقرع والأبرص والأعمى والشاهد منه قول الأبرص والأقرع إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال ابن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيته على علم أي لما يعلم الله من استحقاقي له ولولا أني عند الله قصيص لما خولني هذا قال تعالى بل هي فتنة أي ليس الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة نختبره فيما أنعمنا عليه أي طيع أم يعصي معلمنا المتقدم بذلك انتهى والله أعلم قوله رحمه الله نقلا عن ابن كثير إنما أوتيته على علم أي لما يعلم الله من استحقاقي له وهذا أحد الجهتين التي يدعي بها من يدعي استحقاقه للنعمة فإن الجهة الأولى ادعاء استحقاقه النعمة باعتبار كونه سببا لها فكأنه أجراها بقدرته والجهة الثانية ادعاءه استحقاقه النعمة لكونه حقيقا بها فهو جدير وصالح لهذه النعمة فهو يدعي استحقاقه للنعمة باعتبار المبتدى والمنتهى فهو سبب مبتدئ لها وهو في المنتهى جدير حقيق بها وكل المقالتين باطلة فإن النعمة هي محض فضل الله سبحانه وتعالى وليس للعبد حظ وحق على ربه سبحانه وتعالى بل هو يقسم بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا قال الإمام رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية قال ابن حزمي اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشى عبد المطلب وعبن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبايا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبايا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما قال الشارح رحمه الله قوله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما أي بتسميتهما عبد الحارث قوله قال لأن تسميته بهذا الاسم من عبودية الرق لا من عبودية الشرك كعبد المسيح وعبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين ونحن ذلك فإن المطلب أخا هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه شيبة بن هاشم قد نشأ في أخواله بني النجار وبلغ سنة تميز عندهم فسافر به عمه المطلب إلى مكة فقدم به وهو رديفه فرعاه أهل مكة قد تغير ابنه باستثري فعسبه عبد عبد المطلب فقالوا هذا عبد المطلب فعلق به هذا الاسم قوله رحمه الله أي لأن تسميته بهذا الاسم من عبودية الرق أي من عبودية الملك له لا من عبودية الشرك أي لا من عبودية التعبد والتأله ذلك أن عبد المطلب ظن أنه عبد مملوك لعمه المطلب لما قدم به وكان مقيما عند أخواله في المدينة فلما جاء به المطلب ابن عبد مناف ورأى الناس عليه كآبة السفر وتغير خلقه نسبوه إليه ظنين أنه عبد له فركبه هذا الاسم نعم قوله عيم عباس في الآية قال لما ترشاها آدم حملت إلى آخره يتبينوا معنى ذلك بذكر الآيات كلها قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني من آدم وجعل منها زوجها حوى ليسكن إليها ليأنس بها فلما تغشاها واقعها حملت حملا خبيثا فمرت به استمرت به وقامت وقعدت ولم يثقلها فلما أثقلت أي كبر الولد ودنت ولادتها دعوا الله ربهما لئن آتيتما لأن آتيتنا صالحا أي بشرا سويا مثلنا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جاء له شركاء فيما آتاهما أي سميا ولدهما عبد الحارث قال جمهور المفسرين المراد بذلك آدم وحواء وقال الحسن كان هذا في أهل المنعي ولم يكن بآدم قال ابن كثير وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب وقد صحى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم إلى أن قالوا أما نحن فالا من ذهب الحسن البصري رحمه الله فيها أداوة أنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله تعالى قال الله فتعالى فتعالى الله عما يشركون ثم قال فذكر آدم وحواء أولا كالتوطيئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستضراد من ذكر الشخص إلى الجنس والله أعلم ما تقولون فيها المسألة أنا شرحنا كتاب التوحيد مرتين ما الجواب ما الجواب وما تراجعون السؤال الآن الكلام هذا الذي ذكره من الاختلاف فلما أتاه مصالحا هل هو آدم وحواء أم المشركون من ذريتهما هذا السؤال هذا فرحان نعم لا المصنف ذكر خلاف ما ذكر شيء وأخر كلام من كثير وكأنه يميل إليه لأن القاعدة أن من أخر شيئا فميله إليه ومن هذه القاعدة من فائد هذه القاعدة ما ذكره القرطبي في تفسيره أن الإمام مسلم أن الإمام مسلما إذا ساق أحاديثا اختلفا في النسخ بينها فالمؤخر منها هو الناسخ لما قبله وعلى هذا فيكون ما مال إليه المصنف هو ما ختم به من قول ابن كثير من أن المراد هم المشركون من ذرية آدم وحواء ما الدليل على هذا آدم وحواء ما الدليل على الامتناع أو سياق القرآن قال لك ابن كثير وجه قال يكون ذكرهما كالتوطئة بذكر الشخص وإرادة الجنس بعد ذلك طيب من المراد آدم وحواء من الذرية ما الدليل ما الدليل عن عن الصحابة حسن نعم المراد آدم وحواء لأن هذا هو الذي صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسومرة بن جندب وعبد الله بن عباس فالآية في آدم وحواء وليست في المشركين من ذريتهما ولا يعرف عن الصحابة سوى هذا التفسير ولذلك نقل ابن جرير الإجماع عليه وهو إذا أراد إجماع الصحابة فصحيح وإن أراد غيرهم فقد وقع الخلاف بعدهم وإن كان ما جاء عن تفسير الصحابة قاطع على تفسير غيرهم ولا مجال لكلام غيرهم مع كلامهم في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى لأنهم هم أعلموا بذلك وإجماعهم حجة ومثل هذا يشبه أن يكون مما تلقه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خبر عن أمة سابقة والأخبار عن الأمم السابقة تحتاج إلى علم مؤيد بالوحي وليست مبنية على الظن والتخرس من الصحابة رضي الله عنهم ولأجل ذلك ذهب العلامة سليمان بن عبد الله أن من ذكر أن المقصودة هم أهل والشرك في درية آدم وحواء أن هذا من التفاسير المبتدعة ومقصوده الحادثة بعد الصحابة وهذا حق فالآية في آدم وحواء وحينئذ يأتي إشكال أو لا يأتي إشكال يعني يكون آدم وحواء قد وقع منهما الشرك خير ما جواب هذا الإشكال وكيف شرك في الطاعة يأطعوه إذا نقول شرك أكبر أم شرك أصغر أم كيف تفضل هيا يا خالد وليست شركا لأنهم منزهين عن الشرك الأنبياء منزهون عن الشرك حينئذ فإنهم وقع في ذنب دون الشرك وهذا الذنب ما هو أنهما لما وضع عبد الحارث على من دال على الإبن لم يقصد الاسم وإنما قصد دفع شر الشيطان فهما لم يقصد أن يجعلاه إسما لهذا الولد وإنما جعلوه حصنا يتوقى به من شر الشيطان وحينئذ فإن تعبيد الاسم لغير الله سبحانه وتعالى يقع على ثلاثة وجوه أولها تعبيد الاسم لغير الله على إرادة التأله والتعبيد وهذا شرك أكبر والثاني تعبيد الاسم لغير الله عز وجل لا على إرادة التأله والتعبيد بل على إرادة كونه اسما معظما فهو إذا سمى عبد علي أو عبد الحسين لا يريد أنه تعبيد تأله وإنما يرى أن هذا اسم معظم لانتسابه إلى رجل معظم بنفض عبودية وهذا شرك أصغر والثالث أن لا يكون المراد هذا ولا ذاك فهو لا يريد تعبيد التأله ولا يريد كون هذا اللفظ على من دالا على المسمى وإنما يفعله لأمر آخر ومن الأمر الآخر ما جاء في هذا الأثر أنهم فعلوه تقاتا تقاتا لشر الشيطان ومنهما في صحيح البخاري لما كاتب عبد الرحمن بن عوف أبي بن خلف باسمه عبد الرحمن فقال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي أعرفك الذي سماك به أبوك أو كلاما قريبا منه فكتب إليه من عبد الشمس بن عوف ولم ينزل في الوحي تتريبه على ذلك وهذا من جنس حديث جابر في الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل فهو لم يفعل هذا على قصد كونه اسما له بل هو قد تبرأ منه بتحويله إلى عبد الرحمن ولكنه جعله سلما يصيب به حظه الذي منع منه من ماله الذي تخلف عند المشركين وحينئذ يكون ما فعله آدم وحوى ليس شركا وإنما هو صورة الشرك وهذا معنى قول قتاده وغير الشركاء وفطعته يعني أطاع الشيطان في المعصية وليس المقصود أنهم أطاعه في عبادة وتأليه لا حقيقية ولا كذلك على إرادة جعل هذا اللفظ اسما للولد الذي رزقهم الله سبحانه وتعالى إياه وأضحى المسألة هي مسألة مهمة وذكرناها في شرح التوحيد أنا أسألكم الآن سؤال حتى تبينوا المسألة تعرفون بعض البيوت قبل فترة والآن قلت يضعون حديدة تشبه حذوة الفرس تكون متعلقة في الباب من أراد أن يطرق الباب يضرب بها ما حكم وضع هذه الحديدة أصل وضع هذه الحديدة أن العرب فيما سلف ويوجد في بعض الأمم الموجودة اليوم يضعونها لدفع العين فكأن الفرس ترفس بقدمها من أراد إصابة البيت وأهله بالعين فهم يضعونها كالتميمة التي تدفعه فإذا وضعها الإنسان معتقدا أنها مسببة بنفسها في دفع الشر فهذا شرك أكبر وإذا اعتقد أنها سبب فقط وليست مسببا فهذا شرك أصغر وإذا فعلها لا على اعتقاد هذا ولا على اعتقاد هذا كما يوجد في بعض البيوت عندنا فما حكمه صورة الشرك فهذا محرم لأنه مشابهة لأهل الشرك والأصل أن أفعال الشرك وأهله ينهى عن مشابهتها إذا من أين أتى هذا الإشكال الذي عضم على كثير من المتكلمين في هذه المسألة لماذا أخطأ الناس في فهم الآيات الجواب هم قصدوا التنزيح لكن فيه شيء سبب هذا غير هذا هم نعم تركوا تفسير الصحابة لكن كثير من الآيات أشكلت لأنه نقلت فيها آثار مفصلة فالآثار التي فصلت بعض الآيات كما جاء في قصة هاروت وماروت وكما جاء في هذا الموضع وعدة مواضع في القرآن غمضت على الناس لأنهم استرسلوا في النظر إلى هذه الآثار وبنوا فهم الآيات عليها وهذا مما يكون حجابا عن فهم القرآن الكريم فإذا أراد الإنسان أن يفهم القرآن الكريم فإنه ينظر ابتداء إلى الآيات ثم ينظر إلى كلام الصحابة قولا فلا تغادر هذا القول فإن إجماعهم حجة قاطعة ولا سيما في كلام الله عز وجل ولا سيما إذا كان ذلك يتعلق بخبر غيبي كهذا الخبر وقد صح هذا التفسير عن سمرة عند الطبر وعند ابن عباس عند الطبر وابن أبي حاتم وغيرهما بأساند يقوي بعضها بعضا فلا رب أن هذا تفسير تابت عن الصحابة فلا عبرة بتفسير غيرهم ووجهه ما ذكرنا وبهذا يندفع الإشكال نعم شاء الله قال إمام الدعوة رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذعوا الذين يلحدون في أسمائه الآية ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللاة من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمى يدخلون فيها يدخلون فيها ما ليس منها قوله قال الشارح رحمه الله قوله باب قوله قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هي أحسن الأسماء دالة على أحسن المعاني وليس منحصرة في التسعة والتسعين فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون من الإلحاد وفي الصيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو يتر يحب الوتر وأخرجه اللجاني عن صفال بن صالح نعي الوليد بن مسلم عشعيب بسنده مثله بوعد قوله يحب الوتر أين بسنده مثله هذا يقتضي مذكورا قبله يرجع إلى إسناد الحديث فكأن في الكلام سقطا أو اختصارا مخلا إذا ثبت بقلم المؤلف نعم وبعد قوله يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور غفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسد الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحثيظ المقيف الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباغ الوال المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المعطي المالع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور قوله ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الزيادة جاءت في حديث أبي هريرة عند الترمذي فإن حديث الترمذي زاد على حديث الصحيحين بعدي الأسماء وهذا العد ضعيف باتفاق أهل الحديث قوله يكرى ذكر ابن أبي حاتم عين عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها قال ابن القيم رحمه الله تعالى وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا ما ذكره عن ابن القيم رحمه الله تعالى في حقيقة الإلحاد مراده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وجماعه أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عما يجب فيها فكل ما كان ميلا بهذه الأسماء والصفات عما يجب فيها فإنه إلحاد وقد تنوعت مسالك أهل العلم في تقسيم الإلحاد في أسماء الله وصفاته ومنهم ابن القيم فإن له قولين في ذلك أصحهما ماخدا وأسلمهما من الاعتراض ما ذكره في الصواعق المرسلة وهو أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته له ثلاثة أنواع أحدها جحد معانيها وثانيها إنكار المسمى بها وثالثها التشريك فيها وذكر هو في البدائع قسمة خماسية تابعه عليها جماعة والصحيح القسمة الثلاثية فإنها الأسلم من الاعتراض والأوفق في المأخذ نعم قال الإمام رحمه الله باب لا يقال السلام على الله فصيح عيب مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام قال الشارح رحمه الله وقوله باب لا يقال السلام على الله أي إن الله هو السلام ومنه السلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصر من الصلاة المكتوبة يستغر ثلاثة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تيد الجلال والإكرام قوله لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام أي الذي سلم من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصداته وأفعاله وتمام الحديث ولكن قولوا أتخيات لله والصلوات والطيبات أستلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أستلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبده ورسوله قال الإمام رحمه الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في صريع نبيه وقت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه قال الشارح رحمه الله قوله باب قول القول اللهم اغفر لي إن شئت يعني أن ذلك لا يجوز لورود نهي عنه قوله لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت فإن الله لا مكر له أي بخلاف المخلوق قوله ولمسلم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه أي ليعظم الرغبة لسؤاله ربه فإنه أهل المغفرة والكرم والجوذ والإحسان وفي الحديث الآخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ما الآلا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخراكم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعضيت كل إنسان ما بلغت أمنيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر قول المصنف رحمه الله تعالى لورود النهي عنه المفيد للتحريم فإن أصل وضع النهي هو للتحريم كما قال العلامة حافظ للحكم في داليته والنهي للحضر إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد فالنهي المذكور في هذا الحديث يراد به تحريم قول ذلك وإنما حرم قوله لأجل أمرين أحدهما ما يوهمه من نقص الخالق من أنه كالمكره على العطاء والمنح والآخر ما يوهمه من نقص المخلوق لضعف رغبته وعدم قوة طلبه لمقصوده قال إمام الدعوة باب لا يقول عبدي وأمتي في صحيحة نبي هائرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضع ربك وليقول سيدي ولاي ولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاة وفتاتي وغلامي قال الشارح رحمه الله هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كان تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لدرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللغة لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم قامها والله أعلم قال إمام الدعوة رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله عن ابن عمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن السعادة لله فأعيدوه ومن دعاكم فأجيبوه وان صنع عليكم معروفا فكافئوه فإن لم تردوا ما تكافئوه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه بلاود وأسنسى أي بإسناد صحيح قال الشارح رحمه الله ظاهر الحديث أنه لا يرد من سأل بالله فمن سأل ما له فيه حق وجب إعطاؤه ويستحب إذا لم يكن له حق قوله ومن دعاكم قوله رحمه الله فمن سأل ما له فيه حق وجب إعطاؤه ويستحب إذا لم يكن له حق وأصل الأمر أنه موضوع للوجوب فإجابة السائل واجبة إلا أن ذلك مرهون بخمسة شروط أولها أن يعلم صدق السائل ويكفي في ذلك غلبة الظن وثانيها أن يكون السائل متوجها إلى مسؤول معين فإن لم يعين أحدا سقط الوجوب عنه وثالثها أن يكون سؤاله متعلقا بشيء معين فهو يطلب مرادا مبينا ورابعها قدرة المسؤول على إجابة سؤاله لأن الواجبات مناطة بالقدرة كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإلى ذلك أشار ابن سعدي في قواعده بقوله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الطرار وخامسها أمن المسؤول الضرر على نفسه إذا أجاب السائل لأن الضرر مزال منفي نعم قال إمام الدعوة رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أكملت الباب قوله ومن دعاكم فأجيبوه قوله ومن دعاكم فأجيبوه هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض وانصنع إليكم معروفا فكافئوه أي بالمال أو الثناء إذا لم يجد ما لن يكافئوه به ولهذا قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فدعوا الله حتى تروا أي تعلموا أنكم قد كافأتموه ولا يهملوا المكافأة على المعروف تروا ما تكون بمعنى تعلم إنما حتى تروا أي تعلموا وأما تروا يعني حتى يظن أنكم كافأتموه واللفظة مضبوطة بهما جميعا فيصح أن يقال حتى تروا وحتى تروا ولا يهمن المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس وبعض اللئام يكافئ على الإحسان إساءة نعوذ بالله من ذلك قال إمام الدعوة باب لا يسأله وجه الله إلا الجنة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأله وجه الله إلا الجنة رواه أبو داود قال الشارح رحمه الله قوله باب لا يسأله وجه الله إلا الجنة أي لأنها غاية المطالب وكذلك الاستعادة به بما يبعده منها كما في الحديث الآخر أرد بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخضك هذا الباب ليس مبنيا على هذا الحديث المتنازع في صحته وإن كان الأقرب ضعفه ففي الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سأل بوجه الله واللعن يدل على التحريم بل كونه كبيرة من الكبائل ومعنى من سأل أي سأل شيئا من الدنيا لأن السؤال إذا أطلق المراد به سؤال شيء من الدنيا ولا بد من حمله على ذلك تأليفا له مع الأحاديث الوالدة عن بعض الصحابة من سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله في أمور دينية فهذا يدل على أن السؤال بوجه الله إنما يكون محرما معيبا إذا سئل به ما يحقر من أمر الدنيا أما إذا سئلت به الجنة وما يوصل إليها من أمور الدين فذلك جائز قال إمام الدعوة رحمه الله باب ما جاء في اللون فقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية في الصيح عن نبي ريوة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعديزا وإن أصابك شيء فلا تقول لأني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان قال الشارح رحمه الله قوله باب ما جاء في اللون أي من ينهي عن ذلك إذا كان في معارضة القدر فهو مذموم وأما تمني الخير فلا بأس به كقوله لو أن لي مالا مثل فلان مثل ما عرف ما مثل ما لفلان لعملت فيه مثل عمله هذا الذي ذكره المصنف من التفصيل في لو ليس مرادا عند إمام الدعوة فإن هذا الباب معقود لبيان حكم قول لو على إرادة التلوم والتحسر لا على جميع وجوهها فإن لو تقع على وجوه عديدة لكن لا مدخل لها في هذا الباب وإنما مقصود الترجمة باب ما جاء في اللو أي في قول لو على إرادة التندم والتلوم والتحسر قوله وقول الله عز وجل يقولون أي المنافقون يوم أحد لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوجكم لبرز الذين كتب عليهم وقتلوا إلى مضاجعهم أي هذا أمر قدره الله عز وجل لا محيد عنه قوله وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا أي لو سمعوا منا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج إلى أحد ما قتلوا مع من قتل قال الله تعالى فدعوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين قوله احرص على ما ينفعك الحديث أول وأوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك في معاشك ومعادك واستعن بالله ولا تعجزا أن يفعل الأسباب وتوكل على الله وإن أصابك شيء فلا تقول لأني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله أي هذا قدر الله وما شاء أفعل وما شاء أفعل فإن لو تفتحوا عمل الشيطان لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولو من القدر وقد قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرعها إن ذلك كان الله يسير لأي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تطرحوا بما آتاكم والله لا نحبك إلا كل مختال فخور قال إمام الدعوة باب للنهي وعن سب الريح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح فإذا رأيتم ما تكرهوا فقولوا ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعود بكم شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صحاعة الترمذي قال الشارح رحمه الله قوله باب للنهي وعن سب الريح لأي لأنها إنما تهب بأمر الله تعالى فإذا رأى ما يكره فليقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة فرد من الأفراد الراجعة إلى الترجمة المتقدمة في سب الدهر لأن حركة الريح فرد من أفراد الأفعال الكائنة في الدهر لكنها أفردت بالذكر لوقوع الابتلاء بها وجريان ذلك على ألسنة كثير من الناس فالقول في حكمها تابع للقود في حكم سب الدهر وفيه القسمة التراتية المتقدمة قال إمام الدعوة باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله وقوله الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل فسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته فسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في صورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده وعديه الصادق فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إذا إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل دعم أن ذلك لمشيعة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصداته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح ليفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت ما فتشت رأيت عنده تعن تنع القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ومستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا قال الشارح رحمه الله قوله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهنية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية وأولها ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسى يرشى طائفة منكم وهم المؤمنون حقا وطائفة قد همتهم أنفسهم بضرب خلاصها وهم المناسة يقولون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهنية أي يظنون أنه ما بقي من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيء يقولون هل لنا من الأمر من شيء أي ما بقي لنا من النصر والغالبة شيء قل يا محمد إن الأمر كله لله النصر والظفر والقضاء والقدر يخضون في أنفسهم من النفاق ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا أي يقول بعض المنافقين لبعض لو كان في لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى قتال أهل مكة ولم يقتل رؤساؤنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ليمتحنكم ويظهر سرائركم من الإخلاص وعدمه وليمحص ما في قلوبكم بكشفه يكشفه ويميزه والله علي من بيات الصدور ما في القلوب من خير وشر قوله وقوله تعالى الظني بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية وأولها ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء يظنون أن لينصر الموحدين عليهم دائرة السوء عليهم خاصة ما يظنون بالموحدين وغضب الله عليهم ونعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا قوله قال المقيم في الآية الأولى كلام المقيم المذكور ملخص من كلامه على ما تضمنته وقعة أحد والله أعلم قوله رحمه الله كلام المقيم المذكور ملخص من كلامه على ما تضمنته وقعة أحد أي في كتاب زاد المعاد المسمى بالهدي النبوي فإنه أورد هذا الكلام فيه ويستنبط منه استخراجا أحسن ما قيل في حد ظن الجاهلية وظن السوء وهو ظن العبد ما لا يليق بربه فإذا ظن العبد بربه ما لا يليق فهذا ظن الجاهلية وهذا ظن السوء وهو نوعان اثنان أحدهما ظن العبد ما لا يليق بربه وهذا كفر أكبر مخرج من الملة والثاني ظن العبد ما لا يليق بربه مما ينافي كما لا التوحيد كالظن أنه يدير أهل الباطل من الكفرة على المسلمين إدالة مستقرة فهذا كفر أكبر كفر أصغر ينافي كما لا التوحيد والإيمان لا يخرج به العبد منه قال إمام الدعوة باب ما جاء في منكري القدر فقال ابن عمر والذي نفسه ابن عمر بيده لو كان يأحدهم مثل قحود ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم سدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم وعن عبادة ابن الصامة أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وما لا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مما تعالى غيري هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجراته تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وفي المسل والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء نعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو متعلا غير هذا لكنت من أهل النار متى ولا متى أنت قرأتها متى وهي متى متى قرأتها طيب كل هذا صحيح فيها القراءتان في آية سورة مليا ولو متى على غيري هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسرود وحذرة من اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني مثل ذلك ترى اللغة مهم مثل النحو إنسان يطرد يقول كل شيء فيه وجهان لا لكن سعة كلام العرب يوجد فيها هذا بحمد الله عز وجل قال فأتيت عبد الله بن مسرود وحذرة من اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه قال الشارح رحمه الله قوله باب ما جاء في منكري القدر أي من الوعيد الشديد قوله أي من الوعيد الشديد في حق من أنكر القدر كله فهو المراد بهذه الترجمة دون الأفراد منه وروا أبو داود من حديث بن عمر رضي الله عنه معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية القدرية مجوس هذه الأمة إما رضوا فلا تعودوهم وإما توفا لا تشهدوهم قوله وقال عبد الله بن عمر والذي نفسه بن عمر بيبه هذا الحديث في تشبيه القدرية بالمجوس روية من وجوه ضعيفة ووجه الشبه بينهم أن المجوس يثبتون خالقين أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر والقدرية كذلك يثبتون خالقين أحدهما الله والآخر العبد قوله وقال عبد الله بن عمر والذي نفسه بن عمر بيديه الحديث وأوله عن يحيب نعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظلنت أن صاحبي سيكركنا كلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد رهر قبلنا أناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم يجعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء والذي يحرف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني عمر وخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياضي الثيابي الحديث قوله عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني الحديث رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد ولفضوه عن أيها ابن زياد حدثني عبادة بن عبادة حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال أجلسهني فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا أبتاه كيف أعلم ما خير القدر وشره قال تعلم أن ما أخراك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا أبني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القدم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة لما هو كائن إلى يوم القيامة يا أبني إن ميت ولست على ذلك دخلت النار قال الإمام أحمد القدر وقدرة الرحمن قوله قال الإمام أحمد القدر وقدرة الرحمن كان أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي يرى أن قول أحمد هو أحسن ما قيل في القدر فإن في التقدير ظهور فإن في التقدير ظهورا لقدرة الله سبحانه وتعالى وسلطانه فقال بعض السلف ناظروهم بالأي القدرية بالعلم إن فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا قوله في المستدى والسنين عن ابن الديلمي قال أجلت وبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أوحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لن يخطئك وما أخضعك لن يصيبك ولو مدت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأجلت عبد الله بن مسعود وحريفة من اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني من مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد أبو داود وفي أوله لو أن الله عدل أهل سماواته وأهل أرضه عدلهم هو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر الحديث وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء رواه مسلم وعن لي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله أثلا نتاكل على كتابنا وندعو العمل قال اعملوا فكلهم يسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فيوسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فيوسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ وصدق بالحسنى فسن يسره للمسراء الآية متفق عليه قال إمام الدوة باب ما جاء في المصورين عن أبيه وإرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أرضى ومن ذهب يخرق كخلقي فليخلقوا ذره أو ليخلقوا حبه أو ليخلقوا شعيرا أخرجاه ولهما عن عاجد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهؤون بخلق الله ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه عذب بها في جهنم ورسولة في الدنيا كلفة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي أيا أبعثك على ما بعثني بعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعى صورة إلا طمستها ولا قبر مشيفا إلا سويته قال الشاريخ رحمه الله قوله باب ما جاء في المصورين أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه كما في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ومراد المصنف رحمه الله تعالى من الترجمة الفعل للفاعل فإن المقصود هو بيان حكم التصوير لكن لما كانت الأحاديث قد ذكر فيها الحكم معلقا بفاعله تابعه المصنف فترجم به قال بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير رواه البخاري قال الكرطبي إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة لأنه اتخذها قد تشبه بالكفاري أنهم يتخذون الصورة في بيوتهم ويعظمونها فكرهت الملائكة ذلك ولم تدخل بيته هجرنه لذلك قال النموي قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام وهو من الكباري لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال سواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام قوله رحمه الله نقلا عن الكرطبي إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة إلى آخره ظاهره أن الممتنع من دخول البيت من الملائكة جنس الملائكة وهذا اختيار القرطبي في هذه المسألة فإن القرطبي يرى أن الملائكة جميعا لا تدخل البيت الذي فيه كلب ولا تصاوير وأصح الأقوال في هذا أن الملائكة التي لا تدخل البيت الذي فيه كلب ولا تصاوير هي ملائكة الرحمة دون غيرهم من الحفظة ونحوهم قال وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل وأما ما ظل له وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا وهو مذهب باطل فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك ومع ذلك أمر بنزعه انتهى قال الحافظ والمذهب المذكور مرجوح فقال ابن العربي الصورة إذا كان لها ظل حرم اتخاذها بالإجماع سواء كانت مما ينتهن أم لا قال الحافظ لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منحوزة أو منسوجة خلافا لمن استثنى الناس الجئ وادعى أنه ليس بتصوير ونقى رافعي عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع قوله ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه قوله ونقل الرافعي عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع لما ثبت عند البيهقية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما الصورة الرأس وروي مرفوعا ولا يصح وإنما يثبت موقوفا ولا يعرف له مخالف من الصحابة فإذا زال الراس من الصورة فإنه لا مانع منها قوله ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مجررا إلا سويته فيه وجوب طمس الصور لمضاهاتها لخلق الله ووجوب تسوية القبول لما في تعليتها من الفتنة بأصحابها وتعظيمها وذلك من رائع الشرك وسائله والله المستعان قوله رحمه الله فيه وجوب طمس الصور المراد بالطمس التغطية وفوق ذلك النقض إن أمكنه فإذا أمكنه النقض والإزالة بالكلية فهو أولى وإذا تعدر هذا كما يوجد في التصاوير التي تكون منحوثة على الجدران ونحوها وهي التي كانت تعرفها العرب في الجاهلية فإنه يكفي تغطيتها ولا يلزم تغطيتها جميعا بل يكفي من ذلك الرأس كما تقدم قال إمام الدعوة رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحليف فقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هولة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحليف منفقة لاستلعة منحقة للكسب أخرجاه وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيم طنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسنة صحيح وفي الصحيح عن عمران أبي حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستجدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهروا فيهم السمن وفيه عرب مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وقال إبراهيم كانوا يضربونها على الشهادة والعهد ونحن صغار قال الشاريخ رحمه الله قوله باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد عليه قوله وقول الله تعالى وحفظوا أيمانكم قال ابن عباس لا تحلفوا قوله الحلف منفقة للسلعة ومحقة للكسب أي البركة قوله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لعظم ذنبهم أشيم طنزان صغره تحقيرا له وفي رواية شيخ طنزان والزنا حرام من الشاب والأشمط لكنه من الكبير أقبح لأن داعي المعصية فيه ضعيف فدل على أن الحامل له على الزنا محبته وعدم الخوف من الله وعائل مستكبر العائل الفقير والكبر حرام من الغني والفقير لكنه من الفقير أقبح لعدم الداعي إليه فدل على أن الكبر كامل في قلبه ورجل جعل الله بضاعته يعي دائما الحله بالله لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه قوله خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أي الصحابة ثم التابعون ثم تابعوا التابعين قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن أي لرغبتهم في الدنيا والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل بها قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته أي لخفة ذلك عندهم فلا يتثبتون في شهاداتهم ولا يصدقون في أيمانهم قوله قال إبراهيم أين نخعي كانوا يظلمون لنا على الشهادة والعهد ونحن صغار فيه تبرين الصغار على ضاعة الله ونهيهم وتأذيبهم والله الموفق قال إمام الدعوة باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وأهو بعهد الله إذا آهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوسرية أوصاه بتقوى الله ومعه من المسلمين خيرا فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهم فأيتهم أجابوك فقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أي وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا ويتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعواب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعم بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اعلن لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذمكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا قال الشارح رحمه الله قوله باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا أهدتم هذا عام في كل عهد وميثاق فلا تنقضوا الأيمان بعد ثوكيدها وقد جعلتم الله عليكم كريلا إن الله يعلم ما تفعلون تهديد لمن نقض ونكث قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جنش أوسرية أوصاه بتقوى الله ومعه من المسلمين خيرا أي وأوصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم قوله أغزو بسم الله أي مسعين بالله قاتلوا من كفر بالله أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا الغدر نقض العهد والتمثيل التشويه بالقتيل كقضع أنفه ونحو ذلك وإذا لقيت عذوك من المشركين فجعهم إلى ثلاث خصال أو خلال شك من الراوي فأيتهم فأيتهن ما أجابوك فقبل منهم وكف عنهم أيتهن ما أجابوك فقبل منهم قوله ثم ادعوه من الإسلام وفي رواية أبي داود وادعوهم إلى الإسلام قوله ثم ادعوه من التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني المدينة وكان في أول الأمر يجوب الهزرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية أي إن أبى الكفار أن يسلموا فقوله فإن أبوا أي عن الجزية فاستعم بالله وقاتلهم اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى واختلفوا في غيرهم قوله وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تدعي لهم دمة الله وذمة نبيه قوله رحمه الله اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى واختلفوا في غيرهم وأصحوا القولين أنها تأخذ من غيرهم لحديث الباب فإنه عام وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من المجوس قوله وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم دمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم دمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم دمتك وذمة أصحابك الذمة العهد ومعناه أنه خاف من نقد من لم يعرف حق الوفاء بالعهد فكأنه يقول إن وقع نقض من معتد كان نقض عهد الخلق إن وقع نقض من معتد كان نقض عهد الخلق أول من نقض عهد الله تعالى والله أعلم قوله وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا هذا النهي وكذا الذي قبله على التنزيه والاحتياط وفيه حجة لمن يقول ليس كل مجتهد مصيبة بل المصيب واحد وهو الموافق للحكم الله تعالى في نفس الأمر والله أعلم قال إمام الدعوة باب ما جاء في الإقسام عبد الله عن جنب باب لله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل الله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد رفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي رغيرة أن القائد رجل عابد قال أبو رغيرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته قال الشارح رحمه الله قوله باب ما جاء في الإقسام عبد الله أي الحليف والتألي عليه قوله والتألي عليه أي أن الحامل على حليفه التحكم على الله عز وجل إعجابا بنفسه فمن أقسم على الله سبحانه وتعالى متحكما على الله لإعجابه بنفسه ففيه الدم المذكور في هذه الترجمة قوله من ذا الذي يتألى علي وفي حديث أبي رغيرة أن القائد رجل عابد حديث أبي رغيرة رواه أبو داود ولفظه كان رجلانه بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر يجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقشر فوجده يوما على الذنب فقال له أقشر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا قال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بيعانما أو كنت على ما في يدي قادرا فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قوله قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته وهي قول المجتهد والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا وفيه بيان خطر لخطر اللسان وذلك يفيد التحرز من كلام السيء كما في الحديث الآخر وإن العد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وفي حديث معاذ هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد وألسنتهم والله أعلم قال إمام الدعوة باب لا يستشفع بالله على خلقه عن جويل بن مطعم جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نوهكت الأنفس وجاءت مجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله وما زال يسبح حتى أعرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدريم الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث الله أبو داود قال الشارح رحمه الله قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه أي لأنه الخالق المالك فالخلق كلهم عبيد له ألا له الخلق والأمر فأنكر صلى الله عليه وسلم قول الأعرابي إننا نستشفع بالله عليك قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه أي لا يسأل من الله أن يكون شفيعا عند أحد من الخلق وأمل استشفع بالخلق على الله فالمراد به طلب دعائهم والمراد بالأحياء منهم كما قال عمر المخطاب رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا قم يا عباس فادعوا الله قوله عن جميل بن محمد قال قوله رحمه الله وأمل استشفع بالخلق على الله أي طلب أحد من الخلق أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى وهو ضد الأول قوله عن جبير بن مطعم قال جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بتنميه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عرابي قال جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فسسق الله لنا فإنا نستشع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإحكى جدني ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى علف ذلك بوجوه أصحابه ثم قال وإحكى إنه لا يستشع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك وإحكى أتدري ما الله إن عرشه على سماواته هكذا فقال بإصبعه مثل قبة عليه وإنه لا يأط به أطيط الرحل بالراكب قال ابن يسار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته قال الحافظ الذهبي وواهو داود بإسنان حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون وأئمة السلف فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله معظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال إمام الدعوة باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طوق الشرك عن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجري أنكم الشيطان وهو أبو داود بسند جيد وعن ناسا رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهي أنكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسولهما أحب أن ترعوني Grandpa منزلت التي أنزلنا الله عز وجل رواه النسائي بسند ديد قال الشاريخ رحمه الله قوله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد أي عما يشوبه من الأقوال والأعمال قوله رحمه الله أي عما يشوبه من الأقوال والأعمال هذه الترجمة مختصة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد فيما يتعلق بالأقوال وتقدم الترجمة نظيرة لها في هذا الباب هي متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حما التوحيد مما يتعلق بالأفعال فسده طوق الشرك الموصلة إليه كالإطراء ونحوه قوله السيد الله تبارك وتعالى أي السؤدد حقيقة لله عز وجل لأنه خلق كلهم عبيد له والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقاماً عبودية صار يكره أن يمدح صيانةً لهذا المقام أرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحاً لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم قال إمام الدعوة رحمه الله باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبرته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون عليم سعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع والثراء على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبرته يوم القيامة الآية أخرجاه وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهدهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخارية جعل السماوات على إصبع والماء والثراء على إصبع مسائر الخلق على إصبع أخرجاه ولمسلم عن ابن عمر رفوع أن يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذونهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذوهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وربيعا بن عباس قال ما السماوات السبع والأرض والسبع في كف الرحمن إلا كخضر في كف أحدكم وقال ابن زيد حدثني يونس أنبآن ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع بالكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديث ألقيت بين ظهر ريفلات من الأرض وعن ابن مسعوذ قال بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسمائ خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش غوق الماء والله غوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه من أحمده المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يدرونك بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرص بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى ثق ذلك وليس يقضى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود قوله باب قول الله تعالى وما قدر الله رقق قدره أي ما أعظمه حقا عظمته حيث أبدوا معه غيره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قوله إن الله يجعل السماوات أصبع إلى آخره مذهب السلف إمرار هذه الأحاديث كما جاءت من غير كيف ولا تحرير قال في فتح المجيب هذه الأحاديث وما في معناها تدل على عوامة الله وعظيم قدرته بعض مخلوقاته وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائي مخلوقاته وكلها تدل على كماله وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في رموبيته وإلهيته وتدل على إثبات الصفات على ما أليق بجلال الله وعوامته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل وهذا هو الذي ذلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومنتبعهم بإحسان قوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم قال شيخ الإسلام يتمية رحمه الله كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء وأنه فوق العرش وفوق السماوات مستوى على عرشه انتهى هذا الذي ذكره أبو العباس بن تيمية من غزارة الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى أشار إلى مثله تلميذه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية فذكر أن الأدلة الدالة على علو الله تزيد عن ألف دليل منها ما يرجع إلى القرآن ومنها ما يرجع إلى السنة ومنها ما يرجع إلى غيرهما وعن أم سامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى قالت الاستواء وغير مجهون وانكلفوا وكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وقال مالك الاستواء وغير مجهون وكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدأ هذه الجملة التي ذكرها المصنف عن أم سلمة ومالك أقدم من أثرت عنه ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي شيخ مالك وأما إسنادوا عن أم سلمة فإنه ضعيف ثم أخذها عن ربيعة مالك ثم شهرت عن مالك رحمه الله تعالى وقال البخاري في صيحه قال مجاهد استواء على العرش وقال إسحاق بن رواه ويه سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن عن العرش استواء اي ارتفع وقال مجرد في قول الله تعالى الرحمن عن العرش استواء اي علاء وارتفع وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله نكر أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميده بن القيم أن الألفاظ المأثورة عن السلف في تفسير الاستواء أربعة أولها استواء اي علاء والثاني استواء اي ارتفع والثالث استواء اي صعد والرابع استواء اي استقر وكلها دالة على علو الله سبحانه وتعالى فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين وقال عبد الله بن المبارك نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش استواء بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية وقال أبو عمر الطلمنكي أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استواء على عرشه بذاته وقال أيضا أجمع أهل السنة على أن الله استواء على عرشه على الحقيقة لا على المجاز وقال الشافعي رحمه الله لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يُعدر بالجهل ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه وننفي عنه الشبيه كما نفع عن نفسه فقال ليس كبثنه شيء وهو السميع البصير انتهى أبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين ختم إمام الدعوة هذا الكتاب بهذا الباب المتضمن لبيان عظمة الله سبحانه وتعالى للإرشاد إلى السبب الذي ينشأ منه سلب التوحيد وهو عدم تعظيم الله عز وجل فإنه إذا فقد تعظيم الله عز وجل من القلوب وقع الناس في الشرك وهو قد استفتح كتابه بما يدل على موجب التوحيد وأنه واجب فمن أحسن المناسبة بين الختم والابتداء ما صنعه إمام الدعوة رحمه الله تعالى وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق بعد ذلك لكم الأسئلة داخل نحن نجيب على ثلاثة أسئلة فقط ونقدم ما سبق من الأسئلة فالمتقدم هو الذي يقدم وما يبقى من الأسئلة نجيب عنه إما في الغد أو بعد غد إذا لم يأتي سؤال مناسب للدرس فإن لم يتسع الوقت نجيب عنه في الدرس الأسبوعي يوم الأربعاء فالأسئلة لا ترتك غفلا من جواب لكنها تترتب حسب حالها إلا أن لها شرطا وهو أنه لا بد أن تكون مكتوبة في هذه الأوراق أما ما يكتب في غيرها فلا نجيب عليه هذا السائل يقول أليس القائل بتعليق القرآن جوازه من الصحابة فلماذا يقال الصواب عدم جواز التعليق يشير بسؤاله إلى ما سبق ذكره من الخلاف في التعاليق التي من القرآن فإن التعاليق القرآنية مما جرى فيها القلف في زمن الصحابة فمن بعدهم على قولين فمنهم من رأى الإذن فيها تبعا لكون القرآن مما يتداوى به ومنهم من منعها تبعا لأصل التمائم وإنما قلنا إن الصواب هو عدم الجواز وإن كان بعض الصحابة يقولون بخلافه للأدلة الدالة على ذلك ومنها ما تبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له وهذا عام يشمل التعاليق القرآنية وغيرها ومن أراد أن يخصصه بشيء دون شيء فلا بد له من دليل دال على ذلك كما أن المنع منها فيه غلق لجرائع الشرك وحسم لمادته ثم إن تعليقها والدخل بها في مواضع أنة من الحشوش وغيرها مما لا ينبغي فلأجل هذه المآخر الثلاثة وغيرها قيل إن الراجح هو أن المعلقات القرآنية من التمائم لا تجوز وهو أحد قولي الصحابة يقول هذا السائل متى يكون تعليق التمائم شركا أكبر الأصل أن يحكم على التعاليق من حيث هي دون نظر إلى أمر خارج عنها والذي دلت عليه الأدلة أن تعليق التمائم شرك أصغر لكن إن لوحظ المعنى الخارج عنها كمن يعتقد أن التمائم مسببة بنفسها حينئذ قيل إن اعتقاده هو شرك أكبر أما التميمة من حيث هي فهي شرك أصغر لكن لقصد الفاعل تكون شركا أكبر والحكم على الأشياء يلاحظ فيه الشيء نفسه دون أمر خارج عنه فإذا أردت أن تبين حكم الشرع في تعليق التمائم والرقى وشبهها يعني الرقى التي تعلق فإنك تبين أنها شرك أصغر وأما قصود الناس فهذا أمر خارج عن المسألة يقول هذا السائل أشكل علي الحديث لو أن السماوات السبع عامرهن غيري لأن الله في السماء أي في العلو وليس في السماوات السبع هذا الحديث فيه ضعف ولو صحى فالمقصود لو أن السماوات السبع عامرهن غيري أي أن الله سبحانه وتعالى في جهة السماوات السبع والله سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع وليس المراد أن السماوات السبع تكون هي أو بعضها ضرفا له سبحانه وتعالى فلأجل كونه سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع أضيف إلى عمارتها كما في هذا الحديث وفي إسناده ضعف وهذا آخر الأسئلة الثلاثة وإن شاء الله تعالى غدا بعد الفجر كتاب التوبيخ والتنبيه للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني وفق الله الجميع لما يحب وارضه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين